اليد حد يعني كل شوية قاعد يعني في زيارة يعني في زيارة عائلية كل شوية يمسك الموبايل قالو 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 مرة رنة اللي هي رنة العادية بتاعة الموبايل مرة رنة على الماسنجر مرة رنة على الفايبر مرة رنة على التليجراب مرة كل شوية رنات مختلف فهو اليد قاعد كده مع نفسه وقال ايه ياريتنا نرجع زي زماني الموبايل اللي هو كان الجميل الصغير ده هو بنفسه قال كده اه وكمان قال لما كانت اديها بتلاتة جنيه عشان ما حدش ليني ولا حد يتصل يعني فكرة خلاص الناس بقت تلحق اي حد من اي حاجة يعني طبعا هو حاجة حلوة ان احنا نتواصل ونوصل لبعض بس بحس ساعات ان الموضوع بيبقى بزيادة ويقولك ايه على فكرة انا بعتلك رسالة على الواتس اب وما رنتش وما ردتش ورنت عليك طب يا عم عادي يعني ما ردتش يعني عذرني يا سيدي كنت مريح شوية نايم شوية كنت يعني يعني في مشوار كنت قاعد مع العيال بلعب يعني اي حاجة يعني كل واحد فينا عنده ظروف او عنده يعني مش لازم طول الوقت قاعد متأتخال انت لو تعرف الف شخص وخمسة منهم في اليوم هيتابعوك من خلال يبعتولك رسائل وخمسة منهم يتصلوا وخمسة منهم مش عارف يبعتولك ايه شغلانة يعني متاهة انت عايش فيها الموبايل احنا خلاص تقريبا ما بقناش نقدر نروح بعيدة عنه بقى جزء من لا يتجزأ من حياة اي واحد فينا ده انت تبقى سائل عربية لو الموبايل اللي وقع تحتك ساعات الموبايل كده وانت سائل يقع تحت الكرسي تبقى حاسن انت قلقان اصله حسن يرن طب ما يرن يعني ساعات الواحد يقول ايه طب ما يرن يعني وتلاقي ناس ايه وهو سائل يقع تحت الكرسي ومش بصل الطريقة واحة اما حاجة الموبايل يكون في ايده لان الموبايل ده سر قوته يعني الموبايل ده هو سر قوته في الحياة طب سيب التالي فون لو سمعت مش قادر عشان هورى عليت شفت بقى ايوه هو خلاص وفعلا بقى جزء انا مش منتقد الناس انا بقى اكلم على حاجة انا نفسي بعملها ان هو الموبايل بقى جزء من حياة تفاكرين العيدة للخلوقة الجميلة دي بتاعت زمن اللي عمرها ما شافت واتس ااب ولا عمرها عدت على فيسبوك ولا عمرها حتى حد بعت لنا عليها صورة كانت عدت خلوقة كده ايام الزمن الجميلة انا سؤال النهاردة لو رجعنا نستخدم العدد القديمة دي اللطيفة وقال لها بقى كان بيفتح كده وكان بيفتح كده وليه ما كانش فيها اي حاجة من الانترنت دي ايه اللي هيتغير يعني ايه اللي ممكن يتغير في حياتنا انت رأيك ايه انا عن نفسي اعتقد التليفونات الذكية اللي احنا نستخدمها دي على قد ما هي قدت لنا جزء كبير جدا من التكنولوجيا والاضافات في حياتنا الايجابية زي مثلا الخريطة اللي احنا منمشي عليها في الشارع ما كانتش تقدر التليفونات القديمة اللي بتتفتح كده ولا البنانة اللي كان زمان ده اللي عليه اللعبة بتاعت التعبين اللي كنا نلعبها سوء الوقت تقدر تحتوي على خريطة للطريق بتاعنا اعتقد دي اكتر افادة احنا كستات استفدنا منها بدلا منفضل نسأل نروح ازاي ونمشي ازاي ونيجي فين يعني باش مانا ستات كلنا بنمشي على الجي بي اس لا انتو رجالة بتعرفوا كل حاجة ده الطبيعي لا لا بنمشي على الجي بي اس طبعا يعني اعتقد التليفونات الجديدة اكتر حاجة فددني انا شخصيا هي الخرايط اللي انا بمشي عليها كل يوم لو انا محتاجة اروح لعنوان انا معرفوش شاركونا اقولونا ايه الا اكتر حاجة انت بتستخدمها في التليفون الجديد السمارت فون زي ما منقول عليه او التليفونات اللي هي بتحتوي على التكنولوجيا متقدمة عن التليفونات اللي احنا كبرنا عليها في جيلنا او بدأنا بيها يعني البتاع اللي انا مسكه في ده ايه اكتر حاجة بصراحة بتهمك فيه هل بهمك فيه ان انت تتصل لحد لما يعوزك يتصل بيك على التليفون العادي ولا انت بتبعيز تتصل بالناس مثلا قريبك خارج مصر او حد بيتصل بأحفاده فبيشوفهم صوته صورة ولا مثلا الرسائل الواتس ايه بالناس اللي بتصبح على بعضه وتمسى على بعضه والحاجات دي كلها يعني ايه اكتر حاجة بتهمك فيه الموبايل ده ولو قالونا الموبايلات اللي هي بتاعتنا دي طبعا مش هيحصل يعني جدلا يعني لو قالونا الموبايلات دي بطلناها وهنرجعكم الموبايلات القديم عقابا ليكم عشان انتوا ما استخدمتواش كويس مثلا يعني نعمل ايه بقى لو احنا فجأك بصنا نفسينا لقينا نفسينا من غير ولا انترنت ولا فيسبوك ما عافش هنتخانق هنتخانق فين يعني لما نلاقي نفسينا ما عندناش فيسبوك وما بنبعدش البعض بالرسالة وصباح الخير وصباح الورد والحاجات دي كلها نعمل ايه ابعتولنا وقلولنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت حاول نقرأ كل تعليقات حضراتكم اشتركوا في القناة